قال السلاح الجو الأوكراني في بيان أنه أسقط كل الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية وعددها 30 فوق 7 مناطق وذكر حاكم ميكلايف في جنوب أوكرانيا أن سلاح الجو أسقط 14 طائرة مسيرة فوق المنطقة وقال أنه تم إخماد حريقين نشبا من جراء الهجوم ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولم يقدم سلاح الجو في التحديث الصباحي أي تفاصيل عن صواريخ استخدمتها روسيا في مهاجمة أوكرانيا